أكد وزير البترول طريق الملة على أن ما تحقق من نتائج طيبة في يوم إزالة الكربون ونجاح في إدراجه ضمن فاعليات قمة المناخ لأول مرة يضع الجميع أمام مسؤوليتهم في الوفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم نحو الحفاظ على البيئة جاء ذلك خلال لقاء الملة مع وفد الشركة هانيول العالمية برئاسة بنيا مندريكز رئيس الشركة من جهتهم هنأ وفد الشركة العالمية وزير البترول على نجاح فعليات القمة ويوم إزالة الكربون وأشادوا بالتعاون البناء معربين عن تطلعهم لزيادة استثمارات الشركة بمصر خاصة في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي وإنتاج الهايدروجين قام وزير البترول طارق الملة ووزير الخارجية سامح شكري بزيارة لجناح مبادرة السعودية الخضرة في قمة المناخ يرافقهما وزير الطاقة السعودية عبدالعزيز بن سلمان السعود يشهد الجناح حاليا فعليات النسخة الثانية من منتدى المبادرة والذي تم عقد هذا العام على أرض مصر بالتزامن مع مؤتمر المناخ متخذا شعار من الطموح إلى العمل مما يعكس حرص البلدين على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من خبر إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات وأكدت الوزارة أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات ولم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولن يخضع لأي تعديلات مؤكد أن إقرار أي زيادة في ضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفع الذهب عالميا إلى 1756.54 دولارا للأوقية ومحليا سجل عيار 18 نحو 1082 جنيها للجرام وسجل الذهب عيار 21 نحو 1262 جنيها للجرام في حين سجل عيار 24 نحو 1442 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 1096 جنيها أظهرت دراسة أمريكية أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بأن اقتصاد بلادهم يمر بأوضاع أسوأ خلال شهر نوفمبر الجاري مع ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم بصورة قياسية وأوضحت دراسة صادرة عن جامعة ماشيغان أن المؤشر المبدئي الذي يستند إلى استبيانات لأراء المستهلكين بصورة شهرية تضمن تراجعا في ثقة المستهلكين إلى 54.7 نقاط خلال شهر نوفمبر الجاري وهو المستوى الأقل منذ فصل الصيف الماضي حيث تراجع هذا المعدل بسبب ارتفاع أسعار الوقود بصورة قياسية بهذا نصل إلى ختم أخبارنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لصحار ومحمد ويليكوما شكرا لكي لايبا